الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في روضة القرآن وهذه الحلقة الثانية والعشرين بعد المائة الثامنة نتناول آيات من سورة المائلة وقلنا نتحدث عن آيات الحكم بما أنزل الله وماذا أنزل الله طبعا الحكم بما أنزل الله له قواعد عامة يعرفه أهل القانون في قواعد عامة لا ظلم لقواعد العدل وقواعد التدرج ناس اللي درسوا القانون عارفين أن في خصائص عامة للشرع الإسلامي التدرج ومراعاة مصالح الناس يعني الرحمة بالضعفاء وإنت ما بتطبقش لحد إلا ما تستلزمك شروطه يعني زي ما بنقول إيه الفريضة لا تجب عليك إلا إذا توفرت لديك شروطه بمعنى زكاة زكاة المال لا تفرض الزكاة المال على 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 إنسان مسلم إلا إذا بلغ النصاب عنده أكثر من خمسة وتمانين جرام دهب أو مقيمته أكثر من خمسة وتمانين جرام دهب وإيه كمان ومر عليه الحول يعني بقاله سنة عنده الفلوس دي يعني يطيح فرصة الناس هنا تدخل لو أنا ما عنديش فلوس وما مرش عليها حول أو أنا معايا فلوس كتير بس ما مرش عليها سنة معلاش زكاة فمهم جدا أن الفريضة التي تتوفر لديك شروطها تجيب عليه زي الحج معايا فلوس تكفينا روح حج وجبت علي فريضة الحج فورا معاك فلوس تكفيك تحج معاك فلوس تكفي فريضة الحج وجبت عليك فريضة الحج ما معايش فلوس بس أنا مش هفضل طول عمري ما معيش فلوس يعني فيه واحد تقوله الحج يقولك ما معيش فلوس كمان سنة ما معيش فلوس كمان سنة ما معيش فلوس لما ربنا يوسى عليه كون فريد الحج ضاعت من دماغه انت عاوزوا يحط فريد الحج في دماغه عشان أول ما ربنا سبحانه وتعالى يوسى عليه يحج فالفريضة التي تتوفر شروطها لديك تجيب عليك حج صيام كنت قادرا عليك زكاة عندك فلوس كده لكن في الحكم أنزل الله عندنا قواعد عامة تدرج مراعاة مصالح الناس كذا كاسمها القواعد العامة الشام لكن في كل بلد في العالم مجالس نيابية يعني مجالس نيابية يعني مجالس تطلع قوانين قوانين الزراعة وقوانين الجوازات وقوانين الجمارك وقوانين العمل وقوانين المرور وقوانين الفضاء يعني قوانين ومجالس تشريعية المفروض أن كل هذه المجالس تشريعية بتضع أمامها قاعدة العدل وتحقيق مصالح الناس والتدرج ومراعاة الأضعف وهو ليه قواعد الشريع إذن ما عنديش حاجة الناس فاكرة أو بعض الشباب فاكر أن الحكم ما أنزل الله هو الثلاث أحكام اللي عندنا جلد شارب الخمر جلد الزاني قطع يد السارق قتل القاتل هم دول أربع أحكام الشريع الإسلامية دي اسمها أحكام الحدود إنما غير الحدود عندنا أحكام المواريس عندنا أحكام الزواج والطلاق أو حاجة اسمها الأحوال الشخصية عندنا 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 بقى كل حاجة بقى لها قوانين يعني فيه قوانين المطارات قوانين العمل قوانين المرور دلوقت يبقى عندنا قوانين مرور سيارات ده فيه مرور فضاء فيه ردارات فيه مرور سفن فيه مئة إقليمية فيه مئة دولية فيه كلام كبير جدا جدا كل يوم بتولد عشان كده بس عاوزين نعرف أنه فيه مجالس نيابية وتشرعية والناس كده يبقى عندها عقل وتعقل وتبتأ داخد نرضي ربنا ازاي عشان كده ربنا بيقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة في الأشياء اللي عندها زنة وسرقة وشرب خمر وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولاك بالمؤمنين لو بتحبوا ربنا يا أهل التوراة احكم بالتوراة كتب ربنا عليهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدن ونور يحكموا بها الربانيون الذين يحكموا بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليش وعداء دول صفاته اللي بيحبوا ربنا فلا تخشوا الناس واخشوا اللي بيحبوا ربنا ما بيكسفش من حكم الله لأنك أنت لو ما طبقتش حكم الله والله العظيم لا يطبق أنت ما قتلتش القاتل وربنا لا يتقتل من قتل يقتل رضيت أمنام طرد أقسم بجلال الله من قتل يقتل ده فيه زنوب لازم تكفر في الدنيا القتل والزنة وعقوق الوالدين من قتل يقتل دي قعدة ما فيهش فيها فصاة من قتل يقتل ومن أمر بالقتل يقتل وإيه كمان والزنة من زن يزنى بأهله ولو بجدار بيته وإيه كمان وعقوق الوالدين من عقق والدين لازم يعيش لغاية ما يدوق زل العقوق ده دي زنوب لازم تكفر في الدنيا فأنت ما تزعلش قوي من قتل يقتل برضاك وغزب عنك اللي سرع ستتقفع إيده برضاك وغزب عنك حتى لو ماتوا إيده سليمة مهم جدا جدا أننا لما بناخد أحكام الله بنحبها وما بنزعلش قوي والشريعة الله والاعتداء على شرع الله وهون على نفسك ربنا لما بيحب يطبق في وعد شرعه وربنا بيتطبق وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ده اللي بيحب ربنا فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأوليك هم الظالمين كتاب أهل التوراة اللي هو كتاب اليهود التوراة هو هو كتاب النصار لو بيحب ربنا لازم يرجع له التوراة وقفينا على آثارين بعيسى بن مري مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة شفت بقى لازم توراة ونجيل مع بعض وهدى ومعيدة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأوليك هم فأسكم طيب وإحنا يا مسلمين وإحنا معنا الكتاب هو وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب كل اللي جئ في كتب اللي قبلنا شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يارد نص شرع من قبلنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا علي لم يبقى أي اتنين بيتحكموا الشارع الإسلامية الحاكمة في دولة الإسلام لكن لم يبقى في دولة غير الإسلام هتعكم عليهم إزاي أي دولة في العالم لا قوانينها ولا تتبع أهواءهم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وزي ما بولوك التنوع سنة الحياة ولو ربنا عايزنا كلنا شارع وحدك نعمل ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة شفت بقى إزاي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله يمرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلف وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بعض الصلاة ويقول لنا وأنحكم بينهم بما أنزل الله وليه دايما عمر ربنا وأنحكم بما أنزل الله دايما نحط قاعدة الحق العدل ما تعملش قانوني حقق منفعة ناس معينة زي إيه في مرحلة من المراحل عملنا قوانين تخدم المؤجرين المؤجر اللي يأجر أرض زراعية أو يأجر بيت أو شقة ما يخرجش منه ولا بالموت وأصبح المؤجر صاحب مكان في فترة من الزمان في فترة من الزمان صدرت قوانين تخدم المؤجر ثورة كتكلها مع العمال والفلاحين وهو القوانين كلها في صالح المؤجر في صالح اللي بيأجر الأرض في صالح اللي بيأجر الشقة بعد خمسين سنة لقينا أن القوانين دي كلها ظالمة واللي مؤجر حاجة بها صاحبها وبقى ياخد فيها آلاف معددة مئة ألف ومتين ألف عشان يسيب الشقة ولا يسيب الأرض أصبح المؤجر صاحب مكان وجاءت موجة وهوجة من القوانين في صالح المالك إيه ده كل شيء عملت تتغير وتتلون حسب الأهواء ما تقيم العد فتشوف ربنا قال لي إيه عشان كده ربنا بيقول له إيه وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ليس قوية مع الفؤر أو قوية مع الأغنية وقوية مع العمال والفلاحين وقوية ما فيه عمال والفلاحين وإيه فيه وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أقيم العد شريعة الإسلامية العد ولذلك يعني واحد يقول لك إيه حيثما يتحقق أو حيثما تتحقق مصلحة الناس فسمى شرع الله واحد يردع له لا حيثما شرع الله يتحقق العد أما تلاقي كلامه ربنا يبقى فيه عدل. لكن مصلحة الناس. افرض أن هناك يحصلة على قانون للزأنك. افرض أن هناك يحصل على قانون الشهوز الجنسي. يبقى environهاً شريعة الله؟ افرض أن هناك يحصل على الرشوة. اتفقدوا على تزوير الانتخابات. هل هذا الشرع الله؟ لكي حسب المصلحة الناس لانتمكن من الناس حكم الشرع الله؟ اتفقmos على التزوير. هل هذا الشرع الله؟ وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بعض جنوبهم وإن كثيراً من الناس إلى فاسقون بعض الربنا بيحكم بآية جميلة جداً أفحكم الجاهلية يبغون؟ عايز حكم الشياطين؟ عوض الظلم؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما هو الجاهلية كانوا بحكموا بالهوى؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يقنون إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته